وزعت الوصول الإنساني بمحافظة شبوة منح التمكين الاقتصادي لأربع وعشرين امرأة بمدينة عاتق من المستفيدات من برامج التأهيل المهني وتم تسليم المستفيدات مسلزمات مياه حرفية مدرة للدخل ضمن مشروع الحماية ودعم سبل العيش المساحة الآمنة للنساء والفتيات الممولة من صدوق الأمم المتحدة للسكان ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ويهدف إلى تمكين الأسر الضعيفة من الحصول على مصدر دخل مستمر ومواجهة الأوضاع المعيشية الصعبة في هذه المرحلة وأوضح مدير فرع الوصول الإنساني بشبوة هاشم النخور أهمية المشروع في التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة والمحرومة وتحويلها إلى أسر منتجة تعتمد على الذات في كسب لقمة عيشها